بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام كلنا نعلم إخواني الكرام ما جاء في كتاب الله أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني الملائكة ليس كبني آدم وهذا بدليل في صور قرآنية عديدة أتجعل فيها من يعني يفسد فيها ويسفك الدماء يعني تعلمون هذا ثم إخواني الكرام الملائكة إذا دعت لشخص ما فكيف دعت إذن بأمر من ربها إذا أتاهم الأمر يطبقونه مباشرة وإذا أمر الله هذه الملائكة أن تدعي لهذا العبد فإن هذا العبد محظوظ وموفق بإذن الله إذن إخواني الكرام ما هي المواقف التي يجب أن نستغلها ويعني نستفيد منها جيدا كي نجد الملائكة تدعو لنا ويستجيب لنا الله ويحقق لنا كل ما هو شبه مستحيل يراه البعض فهناك مواقف سأذكرها لكم استغلوها إخواني الكرام جيدا كي تدعو لكم فيها الملائكة وإذا دعت لكم فيها الملائكة فاعلموا أنكم موفقين وتقضى حوائجكم بإذن الله الموقف الأول هو عندما ننام على طهارة ونقرأ ما تيسر من القرآن قبلها وننطق الشهادتين يعني سهل جدا إنسان طاهر يتوضى يقرأ الإخلاص المعوذتين الفاتحة قبلها ويقرأ ما يتيسر ما يحفظ وما يتيسر حتى قصار الصور وينام وينطق الشهادتين وهو الطاهر هنا تدعو له الملائكة إلى أن يفيق من نومه كذلك أخواني الكرام الصائم بصفة عامة سواء فرض أو تطوع يعني صام تطوعا أو صام يعني الفرض في سهر رمضان وتصحر فاعلم أنه يعني ما بدأ يتصحر إلا والملائكة تدعو له فهنيئا لمن أخر صخوره كما أمرنا رسول الله عندما إخواني الكرام في الموقف الثلاث عندما يكون عندك علم أنت أوتيت علما وتعلمه للناس فمثلا أتاك الله علم فهم القرآن أتاك الله مثلا علما علم الطب علم البلاغة علما نحو الصرق وتعلمه للناس فهنا تدعو لك الملائكة فالله سبحانه وتعالى يحب يعني من يتعلم ويعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا يعني شيء بسيط والقرآن نشتق منه كل شيء أعرف أن في ناس لا تؤمن بهذا لكن القرآن هو مصدر تشريعنا وهو دستورنا وهو يعني الكتاب الذي نؤمن به بإذن الله السميع العليم عندما أنت أو أنت أو أنا يا أخي أو أختي ندعو لبعضنا يعني في ظهر غير مثلا أنا صليت بقيت يعني كذا أدعو الله فدعوتي لأخي أو أختي أو دعوت مثلا لشخص منكم رأيت له تعليق قال أنه مكروب فهنا يستجيب الله وتدعو له الملائكة والله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منه فإن شاء الله تقضى له أوامر وأنا سأقول لكم سر في هذه النقطة بالذات بفضل دعائكم وبفضل الناس الطيبة الذين هم مثلكم يا أيها الإخوة المتابعين الأوفياء دعوتم لي كثيرا فتحققت لي أمور كنت أراها شبه مستحيلة في يوم من الأيام كنت أراها معجزة أن تقع لي والله العظيم أنتم دعوتم لي فيكم ناس طاهرين ونظيفين جدا قلوبهم يعني لا أقول لك مسك حليب لا أقدر أن أصف فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني وبفضل الدعاء الذي دعوتموه أنتم تقبله الله وحقق لي ربي سبحانه وتعالى أمور كثيرة كنت أتمناها شكرا إخواني الكرام والفضل لله طبيعي جدا هو أول يعني شكر لله وبعده تكونوا أنتم أصحاب يعني خير علي بإذن الله السميع العليم وأقول أعودها الفضل يعود لله سبحانه وتعالى عندما تزور أخلك عندما تزور أخلك في الله مثلا أنت عندك صديق بعيد تزوره تفرحه بهذه الزيارة وخاصة إذا كان مريضا وتزوره بنية أنك تطمئن عنه وترفع له المعنويات يعني ليس في قلبك أي شيء أو شاماته تزور أخلك في الله يعني تساعده يقدم له يد المعونة ترفع من معنوياته تتناصح معه تتذاكر معه فهذه أيضا إخواني الكرام يعني ميزة جميلة جدا 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 تجعل الملائكة تدعو لك وبالتالي الله يستجيب لك إن شاء الله عندما إخواني تجلس بعد الصلاة سيقول للكثير كيف أجلس إخواني الكرام من المنصوح به أن لا نقوم إثر الصلاة مباشرة أول شيء بعد أن تتشاهد وتسلم وتطلق السلام لا تقف مباشرة ففينا ناس مباشرة أراهم حتى في عائلتي يعني يطوي السجد ويقوم مباشرة لا ابقى مكانك استغفر الله اذكر الدعاء في أدعية كثيرة مثلا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذى الجلال والإكرام هكذا مثلا تدعو هذا الدعاء تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ثم تدعو بما شئت فهنا الملائكة تسجل وتدعو لك بإذن الله السميع العليم هذا الأمر يخص الرجال إخواني الكرام يعني الصلاة في الصف الأول من سارع إلى الصلاة في الصف الأول فإن الملائكة تدعو له تقول المرأة أنا لا أصلي في المسجد أنت أختي ما تتحبين الملائكة يدعون لك عندما تسمعين المؤذن يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاة قومي توضعي مباشرة أنهى المؤذن بدقيقة أو اثنين صلي صلاتك في وقتها ستدعو لك الملائكة بإذن الله أتمنى إخواني الكرام أن يكون هذا الفيديو مفيد فيه فائدة عظيمة لكم إن شاء الله وأتمنى لكم الخير والسعادة من كل قلبي وأتمنى أن يفرج الله هم إخواننا الفلسطينيين أيضا لا ننسى إخواننا السوريين واليمنيين وكلهم لننساهم هؤلاء يعني من كوكب آخر لهم أيضا إخواننا ومبتلون أيضا اللهم فرج همهم جميعا واللهم أنصر الحق قريبا وعاجلا لآجلا آمين يا رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا الرجل اشتركوا في القناة